ممكن جهد كبير جداً بوذيلا خلال هذا الملتقى وفكرة إن احنا نجمع شباب من مختلف الدول 200 شاب ييجوا يصححوا صور زهنية يشوفوا التطوير يشوفوا إيه اللي حصل في بلدهم لأنه 200 شاب دول هم صفراء لبلدنا في البلدان اللي هم عايشين فيها طبعاً يعني قدست البابا توادرس الثاني بنشكره طبعاً على هذا الملتقى بنشكر كل المنظمين على هذا الجهد الرائع بنتكلم عن أنشطة بنتكلم عن فعاليات فكرة كمان إن البابا يكون معاك وقاعد معاك ويمكن معظم الناس اللي كانوا شاركين في الملتقى كانوا بيقولوا إن البابا بينظر إلينا نظرة فخر وسعادة كل واحد فينا على حدة يعني كلنا بينظر إلينا بنظرة فخر وسعادة وقاعد معانا وهو فيه آه زي ما احنا شايفين هو بنفسه اللي واخد السيلفي معاكو يعني كلمينا برضو عن اللقاء مع البابا دي حاجة كبيرة أوي هو أفتكر كل واحد فينا حابب يشكر جداستو عشان هو لما فكر يجي يعمل ملتقى فكر إنه هو يجبنا بيته وهو ده في لغوس وحتى كان بيقول إنه هو بابا لنا وهو أثبت لنا كده في الأسبوع اللي احنا كنا هناك فيه كان بيجي يفتر معانا ممكن يقعد معانا كان بيهتم بكل واحد فينا وكان مهتم جداً إن يعرف كل واحد وكل واحدة باسمها صحيح فدي كانت حاجة ممكن لواحد مثلاً ساجن في أمريكا أو كده أو في أوروبا مش حاسس مش حاسس بكده يعني البابا قريب مننا وأنه هو مهتم بينا إذا كنا برا مصر أو جوا مصر فحسنا إن احنا رجعنا بيتنا